ورجعنا لكم والأهلي خط أحمر أكيد هدايا السنة الجديدة جمهور الأهلي هو كمان بينتظر هدايا السنة الجديدة ما كانتش مرتبطة بس بهدايا المختصة ببداية السنة لا ده النادي الأهلي مفترض جمهور النادي الأهلي منتظر منه هدايا وهي الصفقات اللي احنا اتكلمنا انها حتكون مهمة جدا في دعم الفريق مهمة جدا في ان احنا ندخل الموسم القادم وندخل فترة الانتقالات بتاعة يناير بسكواد أفضل نتيجة أمور ظهرت لك أو بانت أو وضحت من خلال المباريات وده اللي النادي الأهلي بيسعى ليه وطبعا أكيد الجمهور عنده وجهات نظر فيما يخص الصفقات وأكيد هننتظر مرضود اللاعبين في الملعب والنادي الأهلي لسه ما أكملش صفقاته لا احنا لسه في تحرقات لتدعيم الفريق وفي النهاية نقيم ده لما نشوف اللاعبين ولكن كانت صفقة مهمة جدا أكيد انضمام لاعب سموحة خالد عبد الفتاح خالد عبد الفتاح ظهير أيمن سموحة اللي النادي الأهلي هقول لكوا ليه مع الوقت صفقة خالد عبد الفتاح بدل ما كانت مهمة عدد مثلا من الدرجات 6 أو 7 من 10 ليه بقت مهمة بنسبة 10 من 10 أو 100% لأن خالد عبد الفتاح أنت عندك جابها يمنى كان بالنسبة لك الطبيعي أن أنت تشوف ما عندهاش مشكلة أن أنت عندك لعب زي أكرم توفيق لعب دولي لعب منتخب مصر لعب زي كريم فؤاد أيضا لعب دولي موجود في منتخب مصر في الفترات اللي فاتت وكمان محمد هاني تخالد تلاتة لعبين سبقوا أن هم لعبوا للمنتخب الوطني وتلاتة وهم موجودين عندك أكيد هتقول عندك التنوع ما عندكش بس الكم أنت عندك الكيف يعني إيه؟ يعني عندك نوعية وطبيعة لاعبين في الأدوار مختلفة كريم فؤاد مختلف عن محمد هاني مختلفين هما الاتنين عن أكرم توفيق ولكن بيصاب أكرم توفيق وكلنا بنشعر بالحزن لإصابته ثم بيصاب كريم فؤاد فيصبح خالد عبد الفتاح أهميته مختلفة تماما أهميته أن اللاعب أصبح جاي في جبهة فيها محمد هاني وبتعاني من نقص وبدل مكان عندك فيها سنائي مع محمد هاني دولي ومهم وكمان تقدر بتستخدمه في أكتر من مركز لا بقى عندك نقص في المركز ده فبقى خالد عبد الفتاح صفقة مهمة جدا 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 أن أنت خلال الموسم وخلال نوعية المسابقات المختلفة عندك حاجتين تقدر تعمل التدوير وثانيا يكون عندك بديل في المركز حسب أفكارك وحسب أفكار كولر الخططية أو رغباته في المباراة فكانت أهمية خالد عبد الفتاح اللي عايزين نقول خالد عبد الفتاح بيلبس تيشرت النادي الأهلي نقلة كبيرة أهم حاجة أنك تتحمل ضغوط التيشرت ده وشوفنا لعبين ما قدروش يتحملوا ضغوط التيشرت وجوم سريعا ورحلوا سريعا والناس ما حسدش بيهم فده رسالة أهم حاجة أنك تكون بكتالوج النادي الأهلي وانت موجود عشان تقدر تدي إن شاء الله وده أكيد أمامه ست شهور إعارة يعني القصة أن الانتقال ست شهور إعارة مع حقية الشراء يعني قبل آخر مباراة في الدوري وبالتالي ست شهور هيكون ست شهور تحدي بالنسبة لخالد عبد الفتاح اللي هو يعني كان أحلامه من الصغر أنه ينضم للنادي الأهلي وده طبيعة كرة القدم أكبر نادي في الوطن العربي أكبر نادي في أفريقيا إنت لعب مصري وإنت في الطفولة بتلعب في الشارع بتلعب في نادي هيكون دايما عينك على أهم حاجة أو أهم نادي ممكن تلعب فيه وهو النادي الأهلي نتمنى له التوفيق ودايما خلونا نصبر على الصفقات موضوع الإجادة من عدمه يعني نحاول نمنح اللعيبة أجواء مناسبة إنها تجتهد وما يبدأش نحكم من أول مباراة بيبقى ساعات فيه رهبة لعبين فيه أشياء لسه ما عتدش عليها داخل النادي الأهلي الثقافة نفسها وفكرة إن أنت بتلعب التعادل عندك يعني أخسارة كل دي أمور مختلفة تماما ولكن إن شاء الله ست شهور هيكون فيه تحدي قودة اللي قاله خالد عبد الفتاح إنه هو قادر على إنه يثبت نفسه داخل النادي الأهلي في ممنافسة شريفة مع محمد هاني في مركزه والحقيقة خالد عبد الفتاح لما لعب أيضا في بدايته لعب في مركز سنترباك يعني قادر إنه هو يديك أكتر من دور في الملعب وده اللي محمد هاني اشتغل عليه فترة من فترات لما كان بيتم الاستعانة به سنترباك أو زي ما شفنا كابتن رامي ربيعة طبعا لما هو سنترباك وتم الاستعانة به في الجابهة اليمنى إذن ده نوع من أنواع التنوع في الجابهة اليمنى تعويض غياب أكرم توفيق وكريم فؤاد بالتأكيد أكرم توفيق يعني يا صعب تعويضه ولكن اللي شفناه من محمد هاني الفترة الأخيرة لا بنقول له علشابوه نتمنى الاستمرار مركز جدا وده مركزه اللي هو حابب أنه يوضح لجمهير إنه للي أنه قادر على تحمل مثل هذه الجابهة الأمر صعب ولكن قادرين عليه واعتدنا على محمد هاني في أجواء المنديالية وكأس العالمين ده بيكون في قمة مستوى ممكن كلنا حطينا قدين على قلبنا لما وقع قلنا لها جماعة يعني الجابهة ليمين كده فيها خطورة ولكن خالد دعم مهم جدا للجابهة اليوم